موضوعنا الطبي لليوم وهو عن التهاب المفاصل الروماتويدي وهو حالة مرضية مزمنة تؤثر على المفاصل وتسبب الألم والتورم والتيبس في الحركة فما هي أسبابه ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة به وما هي العلاجات أسئلة نطرحها على ضيفنا دكتور نايل جاموسا لسي شاري في الطب الباطني وأمراض الروماتيزم في مستشفى دابيو صباح للدكتور وأهلا وسهلا بحضرتكم معنا طيب نسمع الحالة يمكن كتير وبيخبرون أنه وجع مفاصل أنه عندي عارض مثلا أو عمر بفترة التهاب لروماتيزمي أو روماتويدي قبرنا أكثر ما هي هذه الحالة؟ التهاب المفاصل الروماتيزمي هو بالعموم مرض مناعي ذاتي مزمن التهابي غالبا فترته أكثر من ست أسابيع لنسميه مزمن ناجم عن خلال في جهاز المناعة جهاز المناعة المفروض يدافع عن الجسم ضد الأمراض، الفيروسات، الميكروبات، الجرسيم، الطفيليات لكن بهذه الحالة بهاجم حاله خاصة بطانة المفاصل والأربطة والأوتار وجهاز الهيكل بشكل عام في أسباب دكتور بتأدي لها المهاجمة أم هي فقط استعداد جيني لدى الشخص بيكون؟ طبعا في عدة أسباب من ضمن الاستعداد الجيني في مورسات معينة جسم الإنسان هي HLA-DR1 وHLA-DR4 بالإضافة للعوامل البيئية والتعرض السابق للفيروسات من أهم الفيروسات هي فيروسات إبشتاين بار بالإضافة للتعرض السابق للجرسيم كمان من الأسباب المتهمة بإحداث الالتهاب المفاصل الرثواني هو التدخين وزيادة الوزن بالإضافة في نظريات بتحكي أنه فيه بكون فيه التهاب الأنسج الداعم بالأسنان والالتهابات لسه مزمنة طيب دكتور هل يعني بنسمع دائما أو تشيع الإصابة به عند كبار السن هل هناك فئات معرضة بصورة أكبر للإصابة بهذا الالتهاب مثلا النساء عن الرجال أو الكبار عن الصغار أو غيرها؟ بالحقيقة الواقع بالعكس الالتهاب المفاصل الرثواني يصيب الأعمار المتوسطة والشباب من عمر العشرين لعمر الخمسين لما أنه يصيب طبعا الكبار السن والأطفال حتى الرضاع نسبة إصابة النساء أكثر من ثلاث مرات من نسبة إصابة الشباب أو الرجال السبب غالبا سبب هرموني غالبا هرموني الإستروجين طيب دائما يتوجه المريض يعني مش من الأمراض اللي بنعرفها لحالنا مش مثل الصداع مرض يحتاج إلى تشخيص ما هي الأعراض التي يشعر بها المريض وتدفع لزيارة الطبيب؟ من أهم في عنا أهم ثلاثة عوارض أعراض للتهاب المفاصل الرثواني ستيفنس هي اليوبوسة الصباحية مدتها من نصف ساعة بعد الأمر أين تصيب بالزبط؟ عم نحكي أيدي أو الأبد؟ تصيب المفاصل الصغيرة بشكل عام خاصة مفاصل الأصابة والنعصمين هي أكثر مفاصل ممكن تنصب بالإضافة ممكن إصابة الركبتين وإصابة مفاصل القدمين والكتف ومفصل الحوض لكن أشعب تصيب المعصمين ومفاصل الأصابع اليوبوسة الصباحية مميزة بالمرض بالإضافة إلى التورم وبالإضافة إلى الألم ألم شديد عند كبار السن ممكن الأعراض ما تيجي بشكل وصفي بيجينا ناس كتير عندهم حرارة مجهولة السبب مقصان وزن قلة شهية هذه اسمها سيستاميك سيمتم أعراض جهازية نعم تتبين الأعراض وتتبين المؤشرات بعد التوجه إلى الطبيب كيف يكون الفحص؟ كيف يتم اكتشاف المرض؟ هناك نقطة مهمة جدا أنا أتمنى من كل مريض أنه حصرا يجي عند استشاري أو طبيب أخصائي مفاصل لأنه راح يضيع حاله ويضيع الطبيب ويضيع كل شيء المرض شائع ما أنا نادر أكتر من 1% ممكن 2% حتى من عموم السكان السبب المهم أنه طبيب المفاصل لازم يأخذ قصة مرضية مزبوطة فحص سريري بالإضافة إلى ألترا ساوند إيكو لازم نساوي إيكو للمفاصل لكل المرضى بالإضافة إلى التحليل المخبرية على التحليل المخبرية إذا المريض إذا التحليل طلع إيجابي الروموتويد فاكتور أو في حتى تحليل نوعي أكتر منه أنتسيس بي بطلع إيجابي بنسبة 60% إلى 70% لكن في نسبة 30% إلى 40% تحليل بطلع سلبية وهون تكمل الخطورة والخطر المشكلة والخطورة أنه لا يتم اكتشافه بيساوي تحليل بطلع العام الرسواني سلبي أو أنتسيس بي بقوله ما عندك روماتيزم هو أن الخطأ الفادح لأنه قد يكون خفي أكيد في عنا zero positive يعني مرض روماتيزمي أو التهاب مفاصل روماتيزمي سلب المصل أو إيجاب المصل طيب دكتور سؤال يعني الاكتشاف المبكر هل يؤثر على تطور الحالة أو سرعة العلاج هل تؤدي إلى نتائج أفضل يعني لماذا هناك خطورة في حال تم تشخيص المرض بخطورة هذا سؤال مهم جدا جدا عند الكشف المبكر عن مريض الروماتيزم نعطيه فرصة للعلاج نعم خاصة هلأ في سورة بأدوية المفاصل لأنه لا يقل عن 20 دواء وأثبتت فعاليتها زمان ما كان في مجال للعلاج أو الحصول على الهجوع الكامل هلأ لا فيه في حالات كتير كتير ممكن تتعالج وتوقف الدواء تتعالج تماما دكتور تتعالج تماما تتعالج تماما أو على الأقل الحصول على مرحلة الهجوع أنه الالتهاب سيف أنه يكون المرض ساكن وغير واضح أبدا يعني مرحلة النوم نوديه للنوم يعني وجوع الكامل وهذا بيجي نتيجة الكشف المبكر والبدء فورا بالعلاج بدون أي تأخير هذه الأدوية ما هي ألية عملها؟ الأدوية بشكل عام أدوية التهاب المفاصل مانا مسكنات مانا أدوية التهاب بس هي بتعمل على جهاز المناعة اسمها الأدوية المعدلة للمناعة وليس المثبتة للمناعة هون بصير فيه كمان صح لأنه بيشتغلوا عكس بعد تماما صحيح هي بتعدل المناعة اسمها ديمار تيرابي نعم يعني ديزيز موديفاينج أنتي روماتيك درنغس أكان بدي أساعدك بس مستحيل الأدوية المعدلة للمرض مانا المصبتة لجهاز المناعة بالعكس جهاز المناعة عنده خربطة يعني نوع من الجنون صحيح منقول له وقف هيك ما بصير هاجم حالك هاي الأدوية بتركلج بتساوي كنترول تمام على جهاز المناعة في عنا الأدوية التقليدية مثل هيدروكسيكلوروكين سلفة سلسين وبتأكيد تتعدد أسماءها التجارية ميتروكسات بس لكن هلا في أدوية جديدة لا يقل عن 16 دو جديد بيولوجيكال تيرابتي وأثبتت فعاليتها أثبتت فعاليتها بشكل ممتاز إذن سرعة التشخيص سرعة الكشف وسرعة البدء في البرتوكول للعلاج المناسب بتأكيد جداً عالي بيأثر على سهولة يعني انسيابية الحركة خلينا نقول دائما نكون في آلام هل يترافق العلاج مع توصيات من الطبيب للمريد ليتعايش بصورة أفضل ليحصوا على نتائج أحسن أو في تغيير في نمط حياته ربما لو يساعد حالته طبعاً حكينا أنه المريد لازم بلش بالعلاج فيه علاج الطبيعي بيشارك بنسبة 20-30% تحسين الالتهاب منع التيبس منع حتى التشوهات وتقوية العضلات والأربطة بالإضافة إذا كان المريد مدخن حصراً لازم يمنع التدخين لازم وقف الدخان وإذا كان زايد الوزن فنقس الوزن طيب يعني نتمنى أن تكون هذه المصائح غطت الموضوع بالنسبة لمشاهدينا ودائماً نعود ونذكر في كل حلقة ضروري نرجع ونذكر فيها أن هذه الفقرات غير كافية أبداً لتشخيص المرض أو لتناول أدوية أو لأي شيء فقط للإضاءة على الأعراض وفي حال مشاهدينا كانوا يشعرون بأي من الأعراض أو تشابهها معهم متوجه بالتأكيد إلى الطبيب يعني هاي النقطة اللي لازم الواحد يرقز عليها هو حصراً طبيب المفاصل وطبيب المفاصل لأنه كل يوم عم نشوف حالات اتأخرت التشخيص ووصلت للإعاقة يعني بتمنى من الناس يفهموا هالنقطة شكراً جزيلاً لحضورك معنا دكتور نايم جاموس الاستشارية في الطب البطني وأمراض الروماتيزم في مستشفى دفيو شكراً جزيلاً شكراً نعطيك ألف عافية